بين تبادل التهم تضيق الحياة على أكثر من ألف وثمانمائة مدني يعيشون في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة فالوضع العسكري بين ميليشيا الحوثي والقوات الحكومية هناك أضاف معاناة أخرى كبيرة على كاهل السكان المحاصرين تقول الحكومة إن الحوثيين يحاصرون المدينة ويمنعون دخول المساعدات الإنسانية إليها كما يستخدمون السكان رهائن وفي المقابل ترد ميليشيا الحوثي التي تسيطر على أجزاء كبيرة من المدينة بأن القوات الحكومية تفرض قيودا على حركة المدنيين في إحاطته التي قدمها في مايو الماضي أختار المبعوث الأممي مارتيني غريفث الدريهمي كخطوة يجب أن تتخذ في إطار تنفيذ اتفاق السلام بشأن الحديدة المبرمي بين الأطراف في السويد منتصف ديسمبر 2018 إذ شدد على حاجة المدينة للمساعدات الإنسانية كانت الألغام التي زرعها الحوثيون هي الحد الذي حال دون تقدم القوات الحكومية لكنها تحولت لاحقا إلى دائرة تضيق على حركة المدنيين مما ضاعف الحصار على المدينة وإبان ذلك اتهمت الحكومة الحوثيين بتدمير خزان مياه رئيسي مطلع أغسطس الماضي وحتى اليوم فالمدينة تشهد وضعا إنسانيا مترديا وقال تقرير لفريق الخبراء البارزين التابع للأمم المتحدة إنهم تحققوا من الحصار المفروض على المدينة بعد فترات من القتال العنيف وبحسب المعلومات التي توصل لها فإن الفريق يعتقد أن كل من القوات الحكومية والموالية لها وميليشيا الحوثي مارسوا وقائع تنتهك القانون الإنساني والدولي بالحصار المفروض على المدينة المؤكد أن طرفي النزاع وظف الأزمة الإنسانية في الدريهمي لحصد مزيد من المكاسب السياسية والإعلامية وفي المقابل تتضاعف معاناة السكان الذين وجدوا أنفسهم عالقين في حرب قد تطول كثيرا